اللي بعده اللي بعده عودت أكون واضح مع نفسي وجمهوري اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل والدرجة وصلت للتشهير بي لإصراري على اطلاق وأنا بعترف فعلاً أني اتصرعت في الجواز وافتكرت للحظة أن الحب كافي أنا شايفة أنه اللي تقل دلوقتي ده مقصود بإهانتك وعيب أنت رد فعلك لو شفتيه وانت بعيدة كده أنا لما عرفت وقتها وقريت أنا جرهته لأ أنت عشان بعيدة حتى وأنا ما عرفكيش ولا عرف دي قصة قدامي مش أنت بس أيوة يعني مش أنت بس اللي أخدت الموقف ده أيوة كل الناس كل الناس أخدت الموقف ده مش عشان حاجة عشان البيوت أسرار يعني بغض النظر عن أي حاجة هي البيوت أسرار وتاني حاجة المني أدمة دي كانت على زمة راجل فما فيش راجل بيطلع يتكلم على أسرار بيته يعني أو يقول حاجة زي دي ده الموقف اللي تفسر وقتها إنه عيب ويسحش من ناس الكبيرة والصغيرة يعني مع فرق السن مع كل الناس الناس تخدت تخدت اللي هو إزاي تعمل كده الصغير قال عيد والكبير قال عيد ما هو يعني الناس بردو بتتساءل ايه السبب اللي وصله لهذه المرحلة اعتقد اعتقد إنه أنا قصريت على الإنفصال يعني إستفاظ؟ بتقيق لي طب هو بيقول العكس هنا ممكن بيقول إنه هو كان مصر أكيد أكيد وسأقول لك على حاجة أنا كنت وقتها مصر على الانفصال وهو بتعيق لي ما كانش مش مرحب كان مرحب برضو بالانفصال بس هو اتخض بالسرعة القرار يعني أظن لو كان جاء وقتها بعدها بشوية كان ممكن يبقى ههدى بشوية بس هو اتخض مثلا من القرار السريع مش عادة قرار الجواز جي في قرار في القرار بصراحة في المسلسل يعني عرفتوا بعض قدقية ثلاث شهور قصة الحب عادة قدقية تقريب هم تلاث شهور قصة حبه جواز يعني من أول نظرة حبت تسيه في المسلسل لحد ما خلصت المسلسل من أول نظرة لا عايز أقولك على الحاجة هي هي كلها تجربة ليه وشك قلب كده بمراف هي تجربة تجربة لكت كويسة سيئة تجربة سيئة أو مش سيئة أنا أكيد لأنه مفيش حد بحب يتجاوز عشان يتطلق مفيش بنت في الدنيا تحب تدخل تجربة عشان تنفصل عشر تيام بالزقوية كانت سريعة بس أحسن عشر تيام دي في مجتمع شرقي دي فيها طعن طعن للمرأة للمطلقة بالعكس عايز أقولك الحاجة اللي بت... يعني لو كانت... على فتنق كلامه الناس اتعطفت معايا كانت... مش عارف مش عارف الناس اتعطفت معايا ولا... أتعطفوا معايا اتعطفوا معايا عشان... آآ... التجربة... لأن هو تجاوز الحدود آآ... مقدرش أحكم على حد من تصرفاته خايفة تقولي إنه تجاوز الحدود؟ هو عارف يعني هو أكيد... يعني ما أسمعانك الكلام تاني لأ ما أنا سمعه عنك تقوليلي تتجاوز وأنا لأ أكيد أكيد مش هنكر إن أنا... الكلام دايقني ما هو مستحيل إنتي تشوفي حاجة زي دي ما تتدايقش عندك أسرة صح؟ أكيد أكيد عندك بنت؟ عندي بنت إن كانت دايقت عشان بنتي ما تدايقتش عشان حاجة تاني الدايقت إن أنا مكنتش متخيلة إنه ملحقش يكون فيه أسباب الرغيبة اللي تخلي يرد الفعل بالقسوة دي إن هو ليه؟ ما قلني كل حاجة ممكن تنتهي بإيدوك دي شخصيات دا والغريبة هو علامة الاستفهام إنه ما فيش حد فيه كو قال سبب الانفصال لحد النقار بس الحمد لله أنا خلصت يبقى أكيد دا سبب دا خير صعب جدا قصي أنا عارفة إن كل حاجة ربنا بيعملها خير إن هي عشر فيام أكيد صعب جدا والطريقة أكيد السبب صعب جدا طب المشكلة خسرت في اليوم الكام عشان تطلقوا في العاشر من أول يوم من أول يوم من أول يوم يمكن يكون أنا تسرعت وهو تسرع في قرار زي دا ممكن يكون إحنا ما قدرقناش إن إحنا ممكن نكون مش مناسبين لبعض كان محتاجين وقت أطول نكون فيها مع بعض كان خطوة الجواز كانت خطوة الجواز دا كلام تمزير اللي انت بيش لا ممكن نكون إحنا الاثنين تسرعنا بيقوليه في نادوة لكن أنا هنا إحنا هنا الحقيقة لا لا أكيد لا أكيد ما قولي كلام يقلاني ويقنع السدر دا باقوليه ما فيش أي حاجة ممكن تنتهي في عشر تيام غير لو كان سبب قاسي جد سبب قاسي يخليك لا تنفع هو يعيش معك ولا أنت ينفع تعيش معاه إحنا أحسن حاجة إن إحنا ما نفصل خلاصة الموضوع إيه السبب القاسي اللي ما بنش في ثلاث شهور معارفة وبان في أول يوم جواز دي فالزورة تبلاعي فريق ليه؟ ما ببلاعش فريق والله إذا أنا كنت بشوف دا شي وإنا نسكة فيه ما هي بتعمل علي حركاتي؟